اشتركوا في القناة والانتصار حياة الفرح والنجاح حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة سلوكك مع الروح القدس هو عبارة عن ديالوج أي معناها ليست حوار من طرف واحد في منكم سمع الأسئلة التي يجب أن تسألها السلسلة التي فاتت في التلاتات السلسلة التي يجب أن تسأل الأسئلة التي يجب أن تسألها وضحت نروح القدس بتحرك عبر الأسئلة يطرح جواك سؤال علشان يعمل عصف ذهني علشان يعمل أفكارك تبتدي تفوق تجاه حاجة معينة ليست كل الأسئلة من إبليس ودائماً بقول السؤال اللي من إبليس هو اللي أنت عارف إجابته من الكلمة فيبتدي يشككك أما السؤال اللي هو يبدو تشكيكي لكنك أنت مش عارف إجابته من الكلمة روح اجري على الكلمة لأنك لو سبت السؤال ده وهينقلب عليك هذا السؤال ويبدو يضع في الكيان بتاعك جوا عشان كده علاقتك مع روح القدس هي حوار بيتكلم معك عشان كده الموضوع مش صالة بس الصالة هو أكتر وقت مكسف هو أكتر وقت مكسف لكن العلاقة بينك روح القدس هي وإنت ماشي في الشارع وترك مواصلات وإنت طالع السلب وإنت بتقدي حاجة وإنت بتكلم فلان ما تحطش جواك أعتقاد أنه هو في اللحظة دية بيصمت التخيلات اللي طول الوقت عملة تيجي جوانا أنه طول الوقت بنعتقد أن روح القدس شخص صامت تقلان على الناس الخيلات دي وراها أروح الشريرة ياهما ترمد جوانا وقبلناها روح القدس شخص يتكلم معك عشان كده نموس روح الحياة بيعمل عبر أنك تصغي لروح القدس رقم ثلاثة إيمانك يجب أن تؤمن عايزة أعوف عند الحتة دي إيمانك الحياة مع الرب هي حياة إيمان أي أنت لا ترى هذا الإله لكنك بتعرف معلمات وتسلق بيها فالطول الوقت بتتعامل مع حاجات غير مرئية بس بتتعامل مع العالم المرئي فبالتالي أنت لازم تفهم إزاي تسلق بالإيمان سلوكك بالإيمان هو أنك بتبتدي تؤمن بنفسك كل ما يطعن عليك كل ما يقلل من شأنك كل ما بيقعد يقولك أنت قلير أنت مش كويس أنت ما عملتش الحاجة دي بكفاية أنت لسه بدري عليك ده إبليس هو بيستغل دوة أنك أنت قد تكون مقصر في أمر معين يبتدي يقولك يثبت منك ويقلل من كيانك ويقلل من قيمتك قدام نفسك يبتدي ترى نفسك أنا خاطئ إزاي إزاي امتلي بروحة قدس تبتقولي أنا امتلي بروحة قدس أنا خاطئ لأنك لا تقيس على الطبيعة أنت بتقيس على الأفعال ففي اللحظة دي تريد تشوف الأمور بصورة سطحية تريد تشوف أنك أنت أليل كل الصور اللي عمالة تيجي جو أزهانك زهنك طول ما أنت بتتحرك الصور طول الوقت السلبية قد تكون لديك أسرة طول الوقت عمالة تيجي أفكار الأسرة تنتهي في لحظة أنك أنت تنتهي في لحظة أنك أنت تترك العيال أنك أنت العيال هم اللي هتركوك أو يحصل حاجة يحصل خطف يحصل موت يحصل مرض الأفكار دي هي أفكار أنت لا تعلم أنها بتهدم شخصيتك الشخصية بتاعتك عبارة عن مجموعة أفكار أنت قبلتها فصارت أفعال والأفعال تكررت صارت عادات فهي مجموعة عادات فطول الوقت تتعامل بغضب مش عارف فيه إيه أول من العيال يتحكوا ويلعبوا تحاس أنه هيحصل شيء يكسر هذا العسل السم هيجي حاجة تنك بس يا دي أنت وهو ليه؟ لأنك طول الوقت معتقد أنك تربيت على أن يوجد مكدرات يوجد حاجات تحزنك يوجد حاجات لازم تكسر السعادة بتاعتك حاجة جديدة جاية مش ترينها لا بس بس ليه؟ لأنك أنت تشايف أنه فيه حاجة هتتعكرها فيجي العربية تتأخر آه؟ ما أنا عارف أقول 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 حاجة هي طالع على السلم تكسرت أوبا أفتح شوف فيها إيه فتتجي تشوف الحاجة معكرة فالسعادة لم تعود في ذهنك بدرجة أنك كنت بتحاول تكسرها ومش عارف في إيه قد يكون أطفالك حواليك أو أولادك للك يا يا بابا فرحلين إحنا كذا أقول لك بس خلاص المهم تتلح حاجة كويس دولوقتي فيه كسرة دولوقتي تشايف أنه فيه حاجة فيه بعبع مستنيك فيه حاجة هتكسر السعادة بتاعتك أنت مش عارف إن ده كان نموس الخطية في التفكير ليست خطية هنا خطايا أفعال ليست الخطايا هي خطايا لأنا بعمل حاجات وحشة هي عبارة عن قبول أفكار سلبية إذا الموضوع ليه دعوة بالإيمان أن تؤمن من أنت في المسيح الأول لازم تعرف أنت من في المسيح عشان كده حتى لو حصل أمر سلبي استقبالك هو استقبال نموس روح الحياة أم نموس الخطية هو ده استقبالك للخبر بيجي إزاي استقبالك للموقف هل بتاخده بصورة بشرية أم بتاخده بصورة روحية ده الوقت اللي فيك ينسى تمشي بالروح في وسط جيل تعبان جيل ليس في حياة الدنيا بتموت الأرض كلها تعلم جيدا أنه في حاجة بس مش عارفة حالي فين من بداية 2020 أحداث متتالية أحداث متتالية تهديد بيت سنامي زلزال قوته 7 و 7 من 10 أمراض بدأت تتفشى وكل دولة مرتبكة حالة طوارئ في العالم حرائق تفرج طيارة وعد أيه ده بدأت الأخبار يقولك ما هذه السنة ما هذا العقل إيه اللي داخلنا عليه إيه اللي داخلنا اكتاب يتكلم أن الخليقة منتظر استعلان مجد أولاد الله إذن الخليقة اكتاب يعرفنا أن الخليقة جواها إدراك الخليقة هي كل من في الخليقة منتظر استعلان مجد أولاد الله أي الأشخاص لديهم يقول لك مش عارفين كل واحد يقولها بالأسلوب بتاعه مش عارفين هو القيامة جاية ولا ايه من الثاني يقولك مش عارفين هو العالم رايح على فين الناس عارفة أن الأرض مش عارفة كل شوية يحصل نداء مجموعة تطلع في الشوارع تقول يا جماعة الانحباس الحراري يبتدي يحصل جلسات إزاي الدول تتعامل مع مخلفات المصانع والانحباس الحراري والحاجات التي تطلع بدأ العالم يدرك إن في حاجة الإنسان في طريقه إليها إن آجلاً أم عاجلاً يوجد نهاية فالناس بدأت تشوف ده وهذه الأرض لن تستمر طويلاً بالحالة دي لازم يكون فيه منقص عش كده الخليقة منتظرة استعنى المجدى أولاد الله قد لا يفهم ويبلوره الأفكار بس شايفين في حاجة عش كده يجي قرب لك واحد في الشغل ويقول لك بص أنا برتح لك هو أنت مش عارف إن نموس الحياة جواك اللي تشاف في عالم الروح وهو مش عارف وأنت مش عارف فهو يبتدي يقرب لك هو شايف فيك حاجة مختلف عن بقية الناس يبتدي الشخص دي يقترب إليك لو أنت مش عارف إن ده جواك فاكر أنك أنت اللي محتاجة تتسند ومحتاجة تتساعد فأتبتدي تقول له هيا يا فلان طب بص إبقى أقرأ وتبتدي تتعامل وده فرصة أنك تعطي من اللي أنت فيه من مكت الإيمان عن نفسك الإيمان عن ما أنت فيه الإيمان عن ما أنت فيه الإيمان هو العلاقة بينك ما بين هذا النموس لازم تصدقه لازم تفهم إن النموس إنه شغال نموس روح الحياة شغال فيك إيه اللي يدمن لي إنك ماشي على الخطوات وليس أعرض لأن والد تكون تزرع بزرع لا تظهر سمرها غير بعد مروج وقت فبالتالي إن إسن على العين فأنت مخطئ عشان كده اتعامل مع نفسك بشفقة وإفهم أنت بتكبر يوجد تدرك في حياتك الروحية وإنت بتتبني طبيعي لن ترى التطور في الحال يوجد خداع في الحتة دية ده بيجعل حياتك طول الوقت منطفقة أنك أنت اللي هينعش ده وهو الإيمان ارجع معايا لغلطية خمسة عدد واحد اثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها ولا ترتبقوا أيضا بالنير عبودية ها أنا بوليس أقول لكم إنه إن اختتمتم لا ينفعكم مسيح شيئا لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتم أنه ملتزم أن يعمل بكل النموس إن كنت تمشي بالجسد امشي بالجسد قد تبطلت عن المسيح أنت صرت واقع عن المسيح أيها الذين تتبرون بالنموس سقطتم من النعمة فإننا بالروح من الإيمان نتوقع نتائج اللي بنعمله إذن الإيمان يختص إنك أنت عارف إنه في نتيجة اللي أنت بتعمله وتتوقعها أين التوقع في حياتك بعد ما أنت بتصلي لو أنت مدرك إن الأمر تم بتعود تشكر لكنك طول ما أنت مش متوقع بتعود تطلب تاني وتالت ورابع أين التوقع في حياتك التوقع هو لغة الإيمان التوقع هو إنك شايف ماشي في حياتك بأمل وشايف إن الأرض ليست صعبة عليك قد تكون الناس بتعاني منها لكنك بتؤمن إنه لديك قوة سيادة وسيطرة افتح معي رمية خمسة ونرجع تاني الغلطية رمية خمسة عاد سبعة تشر اكتب يقول الذين ينالون لأنه إن كان بخطرية الواحد قد ملك الموت بالوحد فبالأولى كثيرا جدا 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 دالي من أني بتاعها الذين ينالون اللي هو إحنا فايد النعمة وعطية البر سيملكون في هذه الحياة كملوك بالمسيح يسوع جاي كده في ترجمة تانية ruling and reigning as kings in life أن تملك عبر النموذ دو بتبتيت تملك في هذه الزوايا بتاعتك بتبتيت ترى الأمور اللي الناس تعبانة منها أنت شايف إن الحاجة ده قادرة عليه أرجع معي الغلطية خمسة إذن السيادة هي أمر يحدث بالإيمان نموذ روح الحياة بيشتغل كده فإنه بالروح من الإيمان ليس عبر النموذ بل عبر الروح بالإيمان لفظ من الإيمان لأدق هو بالإيمان فإنه بالروح هو عايز يقول من أي معناها بسبب طريقة الإيمان مش طريقة موسى موسى كان ماشي بطريقة جسدية عشان كده هو كان بيقارن لكن خلينا نفهم منها مبدأ فإننا بالروح بالإيمان نقدر نتوقع نتائج للبر اللي إحنا فيه لأنه في المسيح يسوع مش هينفع أي حاجة لموسى ولا الأمم كلمة تلختين شهيئة ولا يقول لأي معناها الأمم بل الاتنين دلوقتي محتاجين يسوع سواء موسى أو الأمم اللي هما يعرفوش موسى بل الإيمان اللي هو بيشتغل بالمحبة إيه هي المحبة؟ هي علاقة حميمة مع الله المحبة بتيجي في أذهان الكتير غفران غفران فلا أنت بتيجي في المحبة معناها غفران لا المحبة هي علاقة حميمة مع الله إدراكك لهذا الشخص إذن سلوكك بالإيمان هو السر إنك تسلك بالروح تسلك بنموس روح الحياة ما هو نموس روح الحياة؟ هو مفعول روح القدس على حياتك السلوك بالروح هو اللي بيخليه يحصل في حياتك إذن إيه هو نموس روح الحياة؟ هو القانون الإلهي مملكة الله أشكال رب يسوأ قال هلهم؟ إن كنت أنا بأخرج الشياطين أنا عرفت بدأ يوضح لهم اللي حصل ده أنا عرفت أربط اللي أنتو شايفينه قوي مش معناك إن الرب بيعترف بينه قوي اللي أنتو شايفينه قوي اللي هزم هذا الشخص فقد أقبل عليكم ملكة الله إذن ملكة الله هو السيادة على مملكة الظلمة هو السيادة هنا على الأرض مش في السماء لا يحتاج الشخص اللي يسود على إبليس في السماء هو معاد السيادة هنا يسودون في هذه الحياة لا يوجد إبليس في السماء عشان كده لا يوجد احتياج أن تسود على إبليس في السماء بل في إدراك هو اللي بيخليك تسود هنا إذن سلوكك بالإيمان رقم أربعة الفرح السرق نموس روح الحياة هو الفرح زي ما شرحت لا تترك ذهنك يسرح في أمور تضايق في لبي أربعة تمانية افتح معي كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو مسر أخيرا أيها الأخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو مسر كل ما هو طاهر سيته حسن إن كان فضيلة وإن كان متح ففي هذه ثبتوا أفكاركم بعدها بيقول وما تعلمتمو وتسلمتمو سمعتمو ورأيتمو في فهذا افعلوا وإله السلام يكون معكم معنى كده أني قديني روحوا القدس بتشتغل بالصورة دية إزاي عبر أنك تسلك بالفرح الفرح هو طريقة تفكير السليمة عشا كده في عدد واحد في نفس الأصحاح دو في فليبي أربعة وبيقول إذن يا إخوات الأحباء والمشتاق إليهم يا سرور وإكلي اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء أطلب إلى أفوضية وأطلب إلى سنتيخ أن تفتكر فكرا واحدا في الرب نعم أسألك أنت أيضا يا شريكي المخلص ساعة هتين لتين جهدت معي في الإنجيل معك لمندوس أيضا وبقى العملين معي الذين أسمعهم في صفر الحياة افرحوا في الرب كل حين كل حين خلقنا أقول أفرح لأنك في الرب يوجد سبب للفرح يوجد سبب فرح افرح أنك أنت تبع المملكة التي لا تحتز كل حين وأقول أيضا وبكررها تاني وأثبتها وأؤكد عليها افرحوا ليكون حلم أكون معروفا عند جميع الناس رب قريب خلي الناس تعرف إزاي أنتو مش أننيين واو افهم دو ليكون الناس فهم أنت عايش كده ليه فرحان أنا غير أنني للفظ هنا جاي معناها أنك لست واعي لنفسك ولست مهتم بحالك أنت صرت أعلى من الناس اللي عايش فيه فيصير دو معروف أعرفه كويس جدا أني رب قريب ترجمة تانية خلوها واضحة جدا لكل من تقابلونهم ترجمة مسج أنكم أنتم في صفهم وتساعدونهم تعملون معهم ولستم أننيين تساعدونهم لأن الرب قرى بييجي وقد يظهر في أي لحظة ترجمة مسج ليكن حلمكم أي عدم الاعتناء بالجسدية والبشرية معروف لدى الناس أي الموضوع يصل لمرحلة أنك أنت صرت متمرس ومتمرن فيه إلى أن صار دو ظهر أنك أنت أنت واحد غريب أنت حل مش منتظر حل أنت لديك القوة مش منتظر قوة أنت تصل لمرحلة الناس شايفين فيك ولوقتين فيك حاجة أنك أنت مش سلفش بل أنت معتبرهم وقادر تشيلهم دي ده المنتج يوجد فرح رب أرى بيجي ويقول لهم امشي بالاعتبار دو لا تحتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر علشان كده هتلاقوا طلباتكم دايما مستجابة وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبك وأفكاركم في المسيح السعوية يا ما ناس تقتبس الآية دي الآية دي مرتبطة بالقبلة والبعض إزاي السلام دو يسيطر علي بعض الناس يقولوا أنا مش عارف ليه ما فيش سلام في حياتي صليلي كفى الاعتماد على أن الناس تصليلك وأنت مش حاطة السوفتوير دو في ذهنك كفى كفى طول ما الزهن دو مش مليان بالكلمة وضاربها تناش ناحية الرب وحاطة الحاجة دي معتمد على الناس بتصليلك فأنت في الوقت دو بتضع نفسك في ضمار وقسوة الحياة تبتدي تأكل فيك رقم خمسة موضوع الفرح افهم هو عمدي له أسباب كل ما أنت بتدور الكلمة في ذهنك أنت بتفرح رقم خمسة التأمل لن تضع قلبك في الشيء لن تحصد منه نتائج خلينا أفهمك آية هي سلبية أساسا بعض الناس مش فاهمين جاية ليه مش كايب يقتبسوها لكن هي سلبية لكن خلينا نفهم المبدأ بتاعها افتح معي المزمور 39 لإمام المغنين بدتون مزمور داود قلت أتحفظ لسبيلي من الخطأ بلسان عايز أحط على فمي كمامة علشان الأشرار طول الوقت شايفهم قدامي الأمر سلبي صمت صمتا في الواقع أنا سكت نفسي لكن لم يكن هناك منفعة كلمتها سكتت عن الخير مش معناها سكت من أعمل الخير لا لم يكن هناك منفعة لأني لم أواجه يعني فتحرك وجعي أو زاد اضطرابي وتجدد داخليا لأنني صمت حمية قلبي من هنا بتيجي أمراض القلب حمية قلبي في جوفي طول الوقت شايف الأشرار حمية قلبي لك في حال أنا سدر واجعني من كتر الألم الناس مش فهمة إن هي جاية عبر عن في طحون وتأفكار في زين حمية قلبي في جوفي وحينما تأملت لهج هنا مش معناها هجار هجار هي كلمة لحج دعتي شعر واحد لا هنا جاية كلمة تانية في العبري فبيقول حينما ركزت أفكاري ولعت من جوه فالطريقة أتكلم ده بالتصوير البطيء ما بيحدث عند الناس كتير إعكس أول ما تبتدي ترى المجد اللي رب صنعه في حياتك وأنت مصدقه وتتأمل فيه هتجد نفسك اشتعلت لماذا أنت غير مشتعل في أمور الرب أنك لا تركز تفكيرك فيها حينما حينما لهكت أي حينما ركست أول ما صوبت تفكيري ناحية الحاجة ولعت بيها إذن هي صامتة في الداخل عملاله دسترس جوه عملاله فيه قلق فيه حاجة مش مظبوطة فبدأ يرتبك بدأ يعاني إزاي الموضوع كبر إزاي يولع فيه إزاي يشتعل فيه عبر التركيز بشدة فيه فبدأ يتكلم ولع نار ولع نار هنا يتكلم من حاجة سلبية لكن لنستعمل الحق الكتابي ده كمبادئ بدأ يفهمنا إيه اللي حصل ده إيه اللي حصل ده فبدأ اشتعل بالشيء كيف تشتعل بالشيء أن تفكر فيه طويلا التأمل نموس روح الحياة هو التفكير بتمععن في الأمور الإلهية كل ما بتفكر في أعراض المرض أنت تعطيه طاقة من روحك أنت تعطيه طاقة من روحك يفتح معي أمثال أربعة بيقول في عدد تمنتاشر أما طريق الأبرار فعمل زي النور اللي بيزداد يزداد أن يصطع ويصطع إلى الماكسيمم وينور إلى ماكسيمم النهار أما طريق الأشار فكالظلام لا يعلمون ما يعثرون به ماشين طول وقت في الظلمة يا ابني اصغي إلى كلام ركز أمل أذنك إلى أقوالي أي تعمد أن تختار أن تسمع الصوت دو في وسط كل الأصوات التاني دائما بضرب المسأل دو في وسط ما أنا قاعد مع أحد ممكن يكون حوالين دو ويقوله زي ما إنت عارفت اختار تسمعني في وسط كل الأصوات دية أعمل كده ما رح خدس لني هتلاقي كمية أصوات كتيرة حشان كده اختار أنك تسمع الصوت عن عنت موضوع سحر أوعد في تكري الحياة الروحية صعبة أمل أذنك إلى أقوال يعني اختار أنك تسمع عن عنت في وسط الأصوات لا تبرح عن عينيك تأمل مش معنى أنه لازم يمسكها أي معنى طول وقت الفكر العينين دايما بتيجي بمعنى الفكر لا تبرح عن ذهنك احفظها في وسط قلبك وحط عليها حراسة واحفظها في وسط قلبك أي معنى هي اللي واخد موضوع الساعة هي مش واخد ركن في قلبك أي هي واخد الوسط أي هي السنتر أي هي كل في الكل هي دي لأنها هي حياة للذين يجدونها ومربي شفاء ودوى لكل الجسد لكل حاجة في جسد وكيف يقول له ايه فوق كل تحفظ إن كنت هتنسى أي حاجة ما تنساش دي إن كنت هتاخد بالك وانسيت تاخد بالك من أي حاجة أوعة تنسى تاخد بالك من دي فوق كل تحفظ يعني إن كنت نسيت أي حاجة أوعة تنسى دي احفظ قلبك لأن منه بتخرج الحياة بمعنى تاني أول ما بتيجي أفكار سلبية كل ما بتفكر في الموضوع السلبي السلبي أنت بتجعل نموس الخطية اللي بينتج موت يقتبس منك حياة تعطي نتيجة سلبية لديك وكأن شيء شرير إن غمس في شيء رائع فاخد منه حياة وكأن بزرة غلط اتحطت في أرض حلوة فأخدت حياة منها عشان كده احذر فبيقوله بعد ما أنت خزنتك كلمة احفظ قلبك لأن منه بيخرج روحك بتخرج حياة لكل المواقف التأمل التأمل أول ما أنت بتتأمل في أموش عادية بشرية أعرف أن في اللحظة دي أنت بتطعب الجسد بتزرع الجسد فبتحصد دمار لكن إن زرعت للروح وتشوف الأمور الروحية وتتأمل في الوعظة وهي شغالة وتتأمل في الوعظة بعد ما هي تخلص وتتأمل فيها وتعيد تزيد تاني في اللي أنت كتبته وتتمعن فيه وتسترجعه كل ده أنت بتزرع الروح في اللحظة دي التأمل بتاعك هيقودك للقمة تشتعل في الشيء لماذا أنت مشتعل في أمور أخرى أنك بتفكر فيها كتير لماذا الصوت بتاع الحاجة التانية عالي أنك بتفكر فيها كتير لماذا الأمور التانية هي سريعة النتائج أول ما تقول أمور سلبية تحصل لها حصلت في حين أنت عمل تقول كلمة الله ما بتحصل ليه أنك مشتعل بالحاجة دي الحاجة السلبية فعشان كده خزنت في الحصاد سريعة لكن لو أنت عكست وتحط الكلمة هي الحصاد السريع هي المفعول السريع هي الحق الكتاب اللي أنت طول الوقت عمال تفكر فيه هتلاقي الحصاد أسرع مما أنت تتخيل هو ده اللي الكتاب يقوله التأمل افتح معي كونس ستانية تلاتة وعدد سبعة تشر وآما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية ونحن جميع النظري المجد الرب بواجه المكشوف تلوقت احنا تشايفينه بواجه المكشوف لا يوجد شيء يعيقنا كما في مرآة أول ما أنت بتبص على الحاجة دي تتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح لفظ التغير اللي هنا ميتامورفو يختلف عن لفظ أن أجسادنا ستتغير في الاختطاف لفظ تغير اللي جاي في كلمة الاختطاف يعني الجسد الممجد اللفظ دو جاي معناها هتحول لكن هنا بيتكلم عن ميتامورفو أي تغير من الداخل الخارج برضو الاختطاف هو من الداخل الخارج الأجساد الممجدة هي تخيلها معايا بدلة موجودة جواك دلوقتي لنكتاب يقول في كونسولة 15 أن البذرة بتطلع من جواها لبرة الجسد ليس هتاخده من السماء الجسد هي من روح هتقل على برة في الوقت بتاع القيامة الأولى القيامة الأولى هي للأشخاص المستعدين روحيا مش الناضجين مش لازم يكون شخص ناضج بل المستعدين على مرة العصور في الكرة الأرضية فكل الناس المستعدين هم اللي هيقوم القيامة دي أي الناس اللي هم فهموا وحطوا قلبهم مع الرب أما الأشخاص الغير مستعدين حتى مع إن من حقهم يختطفوا هيفوتهم هذه اللحظة لأن الصوت دو هيسمع في الداخل الصوت اللي اختطف هيسمع في الداخل البوق هذا ليس بوق علني صوت عالي بل هيسمع في أرواح نا عشان كده إن لم تكن متمرس إنك تسمع في روحك دو هيفوتك عشان كده مهم جدا تاخد حياتك الروحية بمجدية وقع تفتكر إن الجيل دو بس هو اللي هيعاني دو أو هيعبر فيه حتى اللي كانوا كسالة روحيا على مر الأجيال عهد قديم وجديد مش هيقوم القيامة الأولى ليه اكتاب يقول في يحنى خمسة خمسة وعشرين بقول هيجي الوقت ويسمع لذين في القبور الصوت هيقوم لفعل الصالحات والفعل الخطية إذن معنا كتاب في قيامة تانية كتاب عليها في رؤية أربعة عشر القيامة الأولى وطوب لمن له نصيف القيامة الأولى إذن هناك من لن يكون لهم نصيف القيامة الأولى إذن المؤمنين غير مستعدين على مر العصور لن يقوم في القيامة الأولى هيقوم في القيامة التانية ويجي الوقت وقشح استفاضة إيه الفرع بن دو ده الأكساد الممجدة موجودة اللفظ اللي جاي هنا متامورفو في اليوناني غير كلمة نتغير بتاعت الاختطاف في لحظة في طرف العين هننخطف على السحاب ونتغير اللفظ نتغير ده غير ده هنا بيتكلم عن حاجة سارية المفعول الآن أي معناها إخراج الطبيعة الحقيقية جواك على برا إذن هي حاجة داخلية مش بتجيلك من السماء كلما تقعد تشوف الصور الحقيقة عنك هي تحول لفظ تحول أعتقد البعض فهموا لما أنت بتشوف حد تحول من هيئة إلى هيئة عشان كده اللفظ مستعمل مختلف عشان كده التحول ده تحول في الفورم الخارجي بتاع الشخص نتيجة إن الجسد طهير لا يسبق التحول بتاع الأجساد الموجدة غير التحول ده أي معناها اللم تصير على تلك الصورة عينها على قد مستواك الروحي قد تكون لسه قابل يسوع مبارح وانحسن الاختطاف وانت لسه بتنضج بس على أقل حطيت رجلك في دو هتكتشف إن دو هو الاستنارة والفه والشغف الروحي هتختطف لكن الاختطاف ليس بصفة كده الكل هتخذ هتخذ لأ وده برضو مش عقوبة من الله بل هي إصغاء داخلي من الشخص الشخص المصغي روحيا المنتبه روحيا إرجع لمسأل العزارة الحكيمات والجهلات هتفهم أكتر دو الاتنين كان معهم زيت الزيت هنا مش معنى بين روح قدس لأن الله ينطفق السراب بتاع روح قدس الزيت هو الكمية الروحية لجواهم الجودة الروحية اللي هم فيها اللياقة الروحية اللي هم فيها وليس معنى روح قدس بل هم أشخاص أخذوا الكلمة بجدية فالتنين عندهم دول عندهم بفيد ودول عندهم قليل فصار جه الوقت بتعليق تطف فبدأوا يقولوا أو طيب احنا دلوقتي انطفقت كانوا ماشيين بالعافية يدوبك قبل ياسع وخلاص على كده لم يعمل على حياته أما دول فعندهم رصيد فلما قالوا لهم روحوا ابتاع روحوا للمصدر الله بدوا يعلموهم روحوا للمصدر اللي هو الله رحوا جه الإيفنت الحدث حصل ففاتهم فده مش عقوبة فلما رب قالوا لا أعرفكم هنا معناها إيه أنتوا لم تكونوا في علاقة معايا يس هيروحوا السماء في الآخر إلا إذا ارتدوا أثناء الضيقة لكن إذا يشد حيله أثناء الضيقة هيكون بيختطف مع المية ربعة وربعين لكن إذا كان مية ربعة وربعين ألف خدام لكن إذا كان الشخص متكاسل روحيا سيظل فمن هنا يوجد فهم وكأنك بتفهم من الأمر يدخلين على الجد وربما بعض الكلام يضايق البعض أو يرعب البعض ده ومش الهدف منه بالعكس إن كنت أنت فهم ومطمئن في علاقتك مع رب هتفرح أنك هترى يسوع وهتكون معايا زي ما بوليس بيقول لنا أو رح وقص خالي بوليس بيقول هنبقى مع إيه للأبد هو الآن يسكن جواك هو الآن يحيا في داخلك يترى هل أنت في الحتة دي ولا لأ هل التأمل بتاعك اللي واكل جاء هل في وسط قلبك هل طول وقت السنتر بتاعك والرب احذر من دواء احذر لأنك أنك طول وقت يبقى فيه حاجة بتتريمي زي الطين عمالي تريمي والترابي تريمي على علاقتك مع الرب وإنت مش بتنظفه اعمل على صيانة روحك اعمل على صيانة حياتك الروحية وإلا أنت بتحط نفسك في حتة أنت لا تعاني منها شكرا روح القدس يريدك أن تحيا بانطلاقة لماذا لماذا أشخاص عندهم كلمة سريعة نتأملوا كتير كلما أنت بتتأمل في المرض كلما أنت بتعطيه كلما تتأمل في المشاكل كلما أنت بتعطيها طاقة من روحك من روحك مخارج الحياة كلما أنت بتتأمل في الشفاء رغم أن يوجد أعراض بتتأمل فيني كلمة لا بتعمل وكلمة لو روح وقص بيشتغل فيك نموس روح هيشتغل في اللحظة أنت بتطلقه التأمل بتاعك فإذا كنت إذا كنت شايف مشكلة ما يبتدي يفكر في الحل وليس يفكر في المشكلة أنت كده بتعطي حياة للموقف المائت هذه الطريقة اللي هي التأمل التأمل الفوكس بتاعك رايح فين إيه اللي بيشغل بالك نتغير إلى تلك السورة عينها هي دي السورة اللي أنت بتشوفها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح روح القدس عايز ياخد حياتك من مجد المجد إذا كنت في أمور رائعة عايز ياخدك للأروع إذا كانت أموج سيئة عايزك ياخدك إلى الأفضل لكني بتكلم عن حالة رائعة إلى أروع ده معنى كده أن المستوى الطبيعي اللي أنت تولدت من التاني عليه هو مجد فهو عايز ياخدك من مجد إلى مجد إلى طبقات مجد مختلفة إلى مستويات مجد أعلى هو ده فكرة الله لك عبر فهمك لا تقتل نفسك بأيديك لأن التأمل بتاعك هو اللي بيهيج الأمور جواك ومن هنا يبتدي الشخص يعاني من الضغط يبتدي الشخص يعاني من أمراض ويبتدي لا يعلم إنه قد أكسس قد دخول الأروح يشريع على زهنه من خلال زهنه بيقضي على نفسه دون نادري لتحيي نفسك حط الحياة وضع التنفيذ الآن الحياة أظهرت الآن الحياة صارت متاحة الآن بدأ يتكلم عنها بصورة إنه الآن صار بين إيدينا إنه إحنا نبقى الشركة في هذه الحياة لهذا نخبركم يحن الأولى واحد افتح معي يحن الأولى واحد فإن عدد اثنين فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا حللويا افتح معي أصلاح خمسة عبد 11 وهذه هي الشهادة أن الله أعطانا حياة أبدية وهذه الحياة هي في ابنه ما له الابن فله الحياة وما ليس له ابن الله فليست له الحياة الآن لدينا هذه الحياة الآن لدينا هذه الحياة الآن صار الحياة صارت شغالة محتاج أنك توجهها محتاج أنك أنت تحطها وضع التنفيذ في الموقف عبر السوفتوير بتاعها الأفكار بتاعت الله ناحية الموقف ده وكنت بتحط الحياة في الموقف ده موقف تاني تعبان فيه موقف تاني بتعاني منه بتدي شوف فكرة ناحية الموضوع ده بتدي حط فكرة تستفهم إزاي لأنك بدأت تحط الكلمة وضع التنفيذ وإحنا منصلي ده الوقت ابتدي ركز في دعوها بتدي ركز كم إن التأمل ممكن ياخدك في حط خطيرة جدا وممكن ياخدك إلى مجد رائع جدا التأمل وهنكمل الخطوات بكرة التأمل وهنكتشف قد أين راح قدس شخص مبادر راح قدس شخص حي راح قدس شخص قوي راح قدس شخص يتكلم وليس خامل وليس منتظر منه تترجى ولا تحاول فيه ولا تستدر عطفه لا هو بيعمل بفاعلية في حياتك هو بيشتغل العامل فيكم الله هو العامل فيكم أن تريد أن تعمل راح قدس بيشتغل فيك خلو وقف مع بعض نسلم تكلم إلي تكلم إلي هو يستطيع أنه يشفي جسدك يستطيع أن يعالج ذهنك هو بيحيا فيك وإنت بتصلي بتصلي بألسنة وتب تصلي بألسنة أنت بتفعل الطبيعة اللي جواك نموس روح الحياة نموس روح الحياة لا تحتقر نفسك لا تقلل من شأن نفسك لا تقلل من الخطوات الروحية اللي راح خز بيعملها فيك إدي الحجم الصح إدي الحجم الصح أنت باعث الحياة تمسك بالكلمة تمسك بالكلمة نموس روح الحياة يعمل فيك نموس روح الحياة هو اللي شغل فيك لم يعد إبليس سلطان عليك ليس له أحقي عليك مكان موتا بيعمل فيك الآن لا يعمل فيك بسبب اكتشافك للحق دواب أسلك بروحك أسلك بروحك هذه ليست خرافات هذه ليست مشاعر ليست أمور خيالية ولا حماسة صدق نفسك صدق نفسك إنساب معاه تكلم معاه لتكون شغوف في علاقتك معاه لتكون فرح في علاقتك معاه لتعطي الكلمة اعتبارها كلمة الحياة كلمة القوة تماعا في أنت في استقرار أنت في نظام ملائكي أنت في حماية إلهية أنت في اقتصاد سماوي أنت لا تشرب من اللعنات اللي في الأرض يسوع افتداك من دوة أنت لا تتأثر بما يتأثر به العالم أنت منعزل بالكلمة وإنت في الأرض رب يسوع قال كده اعزلهم قدسهم في كلامك كلامك هو حق اعزلهم أنت حواليك انسيوليتر أنت حواليك عازل أنت في الأرض آه لكن حواليك عازل حبه بكل قلبك ليكن حلمك ومعروف لدى الناس ليصل الناس إلى الخلاصة أنك لست أناني أنك لست شخص منتظر شيء من الآخرين ولا متوقع أنه ميعملوا معك حاجة انحضي يا كنيسة وقومي أنه وقت أن تعطي يا كنيسة أنه وقت أن تقدمي وليس أن تنتظري أنه وقت أن تنقذي وليس أن تطلب الإنقاذ إذا كان نروح وكذبر عليك أنك أنت تساعد آخرين ضمنيا بيتكلم أنك أنت قادر أن تساعد نفسك ضمنيا بيقولها أنك أنت لديك القدر أنت مساعد أنت مقوة يبتدي يبتدي يقول لأ الأعراض اللي بتحس بيها أعراض الاكتئاب الحزن الملل الزهق لا تجعل نموس نموس الخطير موت يعمل فيك لا تجعله يعمل فيك ادي ادي مساحة لنموس روح الحياة يعمل فيك يحيي ما يخصك يعمل بيعمل في كيانك بيعمل في مشروعك بيعمل في صحتك لا يوجد قوة تقف أمام هذا الإله أنت لديك هذه القوة دلوقتي انسى الناس مش هما السبب مصارعتنا ليست مع دم ولح اوعى تنجرف في مشاجرات مع الناس لا تحتدم جواك تجاه الناس موسيقى حاللوميان نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أوأس لا تتردد في كتابة أسئلتك اختبارك أو تلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل نحن معك لمساعدتك أن تنال مراثك بالرب يسوع نصلي من أجلك الرب يباركك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة